يا أهلا وسهلا بجميع المشاهدين اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن أهمية التشجيع واستخدام المعززات بالنسبة للأطفال المصابين بفرط النشاط وتشجدت الانتباه قبل لأبدأ ببعض الأساليب ونصائح نحاب أقول ليش إحنا نركز على التشجيع خلال التعليم عن بعد وحاب أبداها بوصف ذكر أحد المصابين بفرط النشاط وتشجدت الانتباه واحد منهم ذكر أنه أتمنى لو كانت عندي إعاقة جسدية على الأقل الناس تقدروا تشوفها وتتعاطف معاي تعرف أنا أعاني من إيش وبالضبط اللي أعاني منها في داخل عقلي وما أحد يقدر يقرى عقلي ما في أحد يقدر يتعاطف معاي لأنه ما في أحد يقدر يشوف لغبة الداخلية اللي أنا عايش فيها التشجيع يساعد على رفع تقدير الذات لدى الطفل ويحفزه على أن يكون مشارك أكثر وأكثر في العملية التعليمية كيف إحنا نقدر نشجع الطفل خلال الدروس؟ أول حاجة كل ما عمل سلوك إيجابي امدحه امدحه على السلوك ولما تمدحه على السلوك حدد أنت قاعد تمدح إيش بالضبط مثلا شكرا على إيجابتك شكرا لأنك استمعت كويس شكرا لأنك كنت منتبه وما قمت من الكرسي فخليك دائما محدد في السلوك اللي أنت تبغى تمدحه بهدف التعزيز ثاني حاجة نبغى المطلب اللي أنت تحتاجه من الطفل يكون جدا واضح بالنسبة له مثلا إذا الإشكالية عندنا في الحركة الزائدة وعدم القدرة على الجلوس بشكل ثابت ممكن على سبيل المثال نقول الطفل أو الطفلة خلينا نختار محمد مثلا محمد لما تكون قاعد 10 دقائق من غير ما تقوم من الكرسي راح نعطيك المكافأة الفلانية فمع تحديد المكافأة نحدد الهدف أو السلوك اللي نبغى نشوفه من الطفل نكون جدا واضحين ما نقول له مثلا نبغى نكون عاقلين لا عاقلين لها معاني جدا كثيرة فممكن نحدد زي ما قلنا محمد لما تجلس بدون حركة زائدة أو بدون ما تقوم من الكرسي لمندة 10 دقائق راح تاخذ المكافأة الفلانية المكافأة لابد أن تكون محددة متفق عليها قبل ما يعمل السلوك ليش لازم المكافأة تكون محددة ومتفقة عليها لأن المكافأة إذا ما كانت مهمة ومشجعة بالنسبة للطفل ما راح تحفزه أنه هو ينجز السلوك المكافأة عليه تمام؟ ثالث حاجة ممكن نستخدم زي شهادات الشكر الإلكترونية ونرسلها عن طريق مثلا جوال الأم الآن كل المعلمات عندهم تواصل مع الأمهات عن طريق الواتس أب فبعد كل درس إذا إحنا مدحنا سلوك معين وحابين أنه نعزز عند الطفل وحابين أنه هو يستمر ممكن نرسل شهادة شكر الإلكترونية لجوال الأم بحيث أنه يتوصلها للطفل في نفس اليوم هذا هيعزز من السلوك الصحي اللي إحنا حابين أن نستمر آخر حاجة بالنسبة لنا الطفل المصاب بفرط النشاط شدة الانتباع راح يمل بالتأكيد إذا فتحنا له الكتاب وقعدنا نقرأ صفحة صفحة استخدام مؤثرات بصرية مختلفة للشرح راح تشجع الطفل وتحمسه أنه هو يركز معاك أكثر وهذا يتناسب مع قدرات الطفل اللي عنده مشاكل في الانتباع فاستخدام مؤثرات بصرية مهم جداً لأنه الملل وحده من مشاكل الأطفال اللي عندهم تشدد في الانتباع وفرط في النشاط